قال هل يمكن لبس الملابس المرسوم عليها ودخول المسجد ما ينبغي للمسلم أن يصلي بلباس فيه أي رسمة فكيف لو كانت رسمة ذوات أرواح هذا حرام لأن اللباس اللي فيه رسوم هذا يشغل المصلي نفسه ويشغل اللي جنبه واللي مينه واللي سارق واللي خلفه يشغل المصلين والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الإنبيجانية تركها بعد ذلك قال ألهتني آلفا في صلاتي فينبغي للإنسان أن لا يترك كل ما يشغله ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلاء وفي لفظ إن في الصلاة شغلاء